تلقى صاحب السمو الملكية الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة من معالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بمناسبة الذكرى الرابعة والخمسين لتأسيس قوة دفاع البحرين وقد أشاد معالي نائب رئيس مجلس الوزراء في برقيته بما تحظى بقوة دفاع البحرين من رعاية واهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه ومن مكانة متقدمة في البرامج التي يشرف عليها صاحب السمو الملكي وللعهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء على تنفيذها حتى أصبحت قوة دفاع البحرين ورجالها البواسل درعا حصينا وخير مثال على العمل المخلص والمتقن في سبيل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن والدفاع عن منجزته